عن محمد الشناوي لك كان موجود وبيقدي بمستوى رائع طبعا علي حارس موهوب وحارس كويس جدا وراجل دولي خلي بالك يعني الدولي من هو كان في امبي وكان في امبي بيقدي بشكل كويس جدا وكان في جميع المعسكرات مع المنتقب انت النادي الاهلي يجيب علي رطفي اكيد حارس مميز وطبيعي اي حد النادي الاهلي بيفكر فيه او يجيبه ده لازم يكون مستوى عالي جدا علي قدي بشكل كويس جدا رغم غياب الشناوي ما فكرش في المقارنة اللي الناس كلها حتى تشيناه في حتة تانية خالص ركز ده بس في الملع ركز وانا كمان انا كنت بتكلم معه بتكلم مع مصطفى مع حمزة يعني على اتصال بيهم دايما دولي اخواتي وعايزهم دايما ان الاربع يبقوا كويسين بشكل كويس جدا اتكلمت معا قلتوله لما تيجي تلعب فكر في التسعين دقيقة اللي كانت تشيري النادي الاهلي وتكون مركز للنادي الاهلي انت بيجيلك 3-4 كور وفي نفس الوقت لازم تمركز فيهم ولازم تشيري النادي الاهلي حتى لو جات لك كورة عاحب قال لي صح يا كابتن وقالتوله تبقى هادي وتبقى التركيز هو اشتغل على ده يعني ما فكرش في اي حاجة تانية ادى بشكل كويس مستني الفرصة بيتمرن كويس جدا قاعد مستني اي وقت تجيره الفرصة بيلعب بشكل كويس وهو حارس موهوب شفنا الاداء اللي هو ادىه بشكل كويس جدا ولو استمر كمان علي عنده اكتر من كده بكتير لكن طبعا حتة الاستمالية مهمة جدا واكيد هياخد في الوقت المناسب مستر موسماني مدرب كبير جاز الفني على اعلى مستوى اهم حاجة الوقت اللي ياخده الوقت يقول انا موجود ودائما يثبت نفسه بالضبط ومعك ماني كنت أسمى مدرب كبير اللي هو مستر ميشيل كمان يا رجل عظيم وراجل مدرب كويس جدا وفي نفس الوقت شوفنا مصطفى شوبيل لما قدى بشكل كويس في الكاس عايز الروح قاموا صوفة شوبيل صوفة شوبيل أنا دايما مؤمن ان هو حارس موهوب يعني دايما الناس بتربطه بس عشان الكابتن شوبيل لكن لما بنقيمه كمستوى اداءه كمان في المباراة اللي كنا بنزيع على القناة الاهلي في الناشئين وكمان المباراة اللي عبها مع الدرجة الاولى ودية او رسمية لا حارس مرمى موهوب في بداية المسلم جات له اعارة نادي الاهلي لا فضل قال يكون موجود في النادي الاهلي شايف الفكر انه يطلع يعارة ولا يفضل موجود وممكن تكون فرص الحارس التالت لا ده قريبة جدا بصة كابتن قسامة زي ما انا قلت كلام اللي قلت على عالي هو في امبي وهو قدى بشكل كويس عشان كان النادي الاهلي يفكر فيه معنى انك انت تطلع من الناشئين النادي الاهلي وتكون بمستوى مميز واساسي في قطاع الناشئين وكده يقاهلوك انك انت تطلع في فري الاول دي منهاش دعوة كابتشبور خاص انت بتكن في نادي كبير زي النادي الاهلي اي حد في الفري الاول لازم يكون على قد المسئولية يكونوا عنده شخصية كمان مصطفى لما جات الناس سألتنا عليه انا مكنت شوفته مصطفى الحقيقة لكن سامع عنه كلام كويس جدا لما جيت اتفرجت عليه شوفته في حاكتين مطش بتاع الترسانة في كاس مصر اعدت مخصوص عشان شوفت مصطفى وقيم مش اقيمه عايز اشوفه لقيته بقده بشكل كويس هادي اول مطش يلعب واول مباراة وبيلعب بالشخصية دي وخلي بالك انا انتبعه كمان من ايام الناشئين انه هو ملتازم كمان وعنده شخصية فدي كنت عايز اشوفه على المستوى الفني لما شفته لقيته قده بشكل كويس جدا وكلمت بعض المطش وهنيته فطبيعي انك انت تكون موجود جوا النادي الاهلي وحارس رقم ثلاثة اكيد الفرصة هجيلك في وقت انت عارف في ظروف الكورونا تدخل جوا التشكيل تكون مركز تكون جاهز تكون تقدب شكل كويس فانا شايف انه هو دلوقتي هو رقم ثلاثة سن ونصة صغير انه هو يجي له اعارض حاجة كويسة جدا ليه وللنادي الاهلي انك انت النهاردة مطلوب من انت سنه صغير وفي نفس الوقت او ما تطلب فريل اول يجيلك اعارة فدي حاجة كويسة جدا ليه النهاردة متواجد في جامعة المعسكرات متواجد في البطولات اللي اخدها مع النادي الاهلي انا شايف انه هو يستمر شوية لان انت عندك نهاردة فرصة سهلة جدا انك يدخل ويلعب في الظروف اللي احنا فيها تاني حاجة وجودك في النادي الاهلي بتكتسب خبرات يعني نهاردة لما يكون بيتمرأ مع علي ويتمرأ مع الشيناوي بياخد خبرات ومشيل ينكل اكيد بياخد خبرات من الناس دي وفي نفس الوقت انا شايف انه هو بيلعب متشاط ودية بيشارك الكاس ممكن يجي له فرصة ياخد انا شايف انه هو يستمر سنة كمان لان وارد انه هو يلعب وان شاء الله هيبقى مستقبل كبير انه حارس موهوب يعني وانت عملت معايشة مع ميشيل ينكوني برضو اكيد شفت